السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلبة وطلبات التعليم الفندقي اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برامج التعليمية للتعليم الفندقي الحلقة النهاردة مخصصة للصف الاول الفندقي نظام الثلاث والخمس سنوات النهاردة هنسترجع مع بعض جزء اخر من اجزاء مقدمة اعمال شركات السياحة ووكلات السفر خدنا قبل كده في حلقات سابقة المادة كلها تعترم الاولاني وبدأنا الحلقة السابقة مراجعة لهذه المادة واتكلمنا فيها عن انواع السياحة استرجعنا انواع السياحة والاماكن السياحية الموجودة في مصر واهمية موقع مصر الجغرافي والتعريفات المختلفة النهاردة هنبدأ نتكلم عن جزء جديد من اجزاء اخدناها ودرسناها سويا من هذه المادة اول حاجة او اول سؤال هيطرق علينا هنتكلم عن الشركات السياحية وده اول سؤال ما هي انشطة الشركات السياحية لو جينا نتكلم عن الانشطة الانشطة اللي هي اعمال الشركات السياحية هي اعداد البرامج السياحية وتسعيرها التسويق للبرامج في الدول الاجنبية والتواجد في البرصات الخاصة طبعا بمجال السياحة وتنفيذ البرامج السياحية بالكامل عندي السؤال اللي بعد كده قسم الشركات السياحة في مصر كنا اتكلمنا عن قانون الخاص بشركات السياحة وقسم لنا شركات السياحة لو نفتكر في المراجعة السابقة ان عندنا شركات السياحة 3 شركات كل شركة بتقوم باعمال مختلفة نتكلم عن شركات السياحة في مصر وجد ان شركات السياحة بتقسم لشركة سياحة فئة الف شركة سياحة فئة به شركة سياحة فئة جيم لما نيجي نتكلم عن اعمال هذه الشركات هتجد شركة سياحة فئة الف هي الشركة التي تقوم بجميع الاعمال التي نص عليها القانون اللي هي القيام بإعداد البرامج السياحية والاهتمام بالأنشطة المختلفة الخاصة بالسياحة واستخدام وسائل النقل شركة سياحية فئة به بتقوم بأحد هذه الأعمال وهي الخاصة بكما نص عليها القانون العمل الثاني وهي إعداد التذاكر أو حجز وسائل النقل وتذاكر الطيران شركة سياحية فئة جيم هي الشركة التي تقوم بعمل تشغيل وسائل النقل المختلفة سواء كالنهري أو بري أو جوي أو نيلي نجي السؤال اللي بعد كده نتكلم عن ما هي الاشتراطات اللي نواجب توفرها في وسائل النقل طبعا قدنا كل وسيلة من وسائل النقل واتكلمنا عنها لوحدها أول حاجة النقل البري هي مجموعة وحدات النقل التي لا يقل عن 150 مقعد يعني النقل البري اللي هي المقصود بها الأوتوبيس أن يكون لا يقل طبعا الأوتوبيس السياحي لا يقل عن 150 مقعد وأن لا يكون مدى على صنعها أكثر من عام النقل النهري والبحري أن السفينة أو النقل النهري أو البحري الأداية المستخدمة فيه لتقل حملتها عن 70 راكب وتكون مستوفى للشروط الملاحية النهرية والبحرية النقل الجوي لا يقل عن طائرتين سنة الصنع بتحددها هيئة طيران المدني ولا يجوز مزاولة السياحة في مناطق العسكرية أو مناطق الحدود دي الاشتراطات الواجب توفرها في وسائل النقل نيجي للسؤال اللي بعد كده اذكر شروط منح الترخيص لكل من الشركات المصرية والشركات الأجنبية هل في فرق يكون بين منح الترخيص لهذه الشركات طبعا الشركات المصرية لها شروط خاصة بها الشركات الأجنبية لها شروط أخرى نيجي نتكلم عن الشركات المصرية أن تكون للمنشأة شكل أو تتخذ المنشأة شكل يعني يكون لها مقر الشركة تكون مكونة وفقا للقوانين ألا يتطمن العقد أغراضا خارجة عن المنصوص عليها أن تتخذ الشركة مقر لها في جمهورية مصر العربية أن تكون للشركة مدير عام مصر الجنسية وده حتة مهمة جدا وتقوم الشركة بسداد مبلغ رأس المال المطلوب ويجب الحصول على موافقة وزارة السياحة طب إحنا قلنا دي الشركة المصرية طب إيه هي مواصفات أو شروط منح ترخيص الشركة الأجنبية طبعا أن تكون تابعة لإحدى الدول التي تعطي للشركات المصرية حق إنشاء فروع لها بمعنى إيه؟ بمعنى لو أنا عايز أدي ترخيص لشركة مثلا سعودية يبقى لازم تكون السعودية أساسا بيحق لنا فيها أن إحنا نعمل فروع لشركتنا داخلها يبقى يحق لهم فيه إنهم ما يعملوا فروع لشركتهم عندنا بعد كده أن تدفع تأمين مالي قدره 100 ألف جنيه نقدا أو موجب خطاب ضمان معتمد من البنك ويكون غير قابل للإلغاء وطبعا من شرطك مهم جدا أن يكون البنك مصري وأن تودع في وزارة السياحة ما يثبت أن لها رأس مال في مصر يعني بتجيب خطاب الضمان المعتمد ده تحطه في وزارة السياحة بحيث أن يكون لها رأس مال ليقل عن 200 ألف جنيه مصري طبعا نيجي السؤال اللي بعد كده إيه هي الخطة التسويقية اللي بتجعل أو تمكن شركة السياحة المصرية أن تصير عليها لضمان نجحها الخطة التسويقية دي لازم تكونوا عارفينها كويس قوي وياريت تحفظوها بالترتيب لأن حفظها بالترتيب أسهل جدا من أنك تحفظها كنقط بس أول حاجة طبعا لازم يكون عندي أهداف محددة للشركة قابلة للقياس بعد ما بحط الأهداف بحدد الأسواق السياحية اللي أنا هشتغل فيها وقسمها إلى شرائح بعد كده أنا حددت الهدف وحددت الأسواق لازم أعرف إزاي أتصل مع هذه الأسواق فتالت نقطة بناء نظام اتصل مع هذه الأسواق طبعا بالتباع خطة تسويقية بعد كده أتعرف على احتياجات ورغبات السائحين عن طريق عمل بحوث تسويقية مش بس كده ده بعد ما أعمل الكلام ده كله لازم أخطط وطور ونفذ البرامج السياحية والخدمات ليشبع رغبات السائحين بعد كده بصعر الخدمات والبرامج السياحية المقدمة تبعا لإمكانيات كل سوق بالإضافة كمان توجيه مزيج مناسب من وسائل التنشيط السياحي المختلفة بمعنى إيه؟ بمعنى أنوع في كيفية الدعاية والإعلان عن الخدمات السياحية اللي بقدمها في الشركة بالإضافة لكده لازم أتابع أو أكمل جميع الخطوات السابقة وأقيمها بصورة مستمرة وأجري تعديلات لتحقيق الأهداف اللي هي كانت أول خطوة في أو أول نقطة أو أول عنصر في الخطة التسوقية بحقق الأهداف هل بشوف هذه الخطوات حققت الأهداف ولا لأ؟ ولو في حاجة ما حققتش الأهداف بنجد أننا بقوم بتعديل الأهداف أو تعديل الخطة طبعاً للمتاح ليا نيجي السؤال اللي بعد كده ما هي متطلبات تنفيذ الخطة التسوقية؟ يعني إحنا عرفنا الخطة التسوقية إيه الحاجات بقى اللي أنا هتتبعها عشان هنفذ هذه الخطة بنجاح طبعاً أول حاجة من الحاجات دي لازم أختار الأفراد تكون أفراد زوي خبرة وكفاءة عالية مش أجيب أي حد لا يعمل في مجال السياحة وأقول له تعالى اشتغل لازم الأفراد تكون زوي خبرة بالإضافة لكده الإمكانيات لو أنا ما عنديش إمكانيات مادية مناسبة لن أستطيع التعامل أو تنفيذ الخطة اللي أنا أعملها وبالتالي لن أستطيع العمل داخل هذه الشركة تالت حاجة الخضوع للتخطيط والتنظيم والرقابة ودي مهمة جداً لازم يكون عندي تنظيم للخطة بتاعتي ورقابة عليها عشان زي ما قلنا أقدر عدل الأهداف أو أقدر عدل الخطة لنجاح الشركة السياحية بعد كده الإشراف على مستوى عالي من الدقة لازم أشرف على جميع خطوات الخطة التسويقية اللي أنا نفستها عشان تنجح الشركة وتزيد أرباح طيب إحنا قلنا وسط الكلام بناء اتصال مع الأسواق المتاحة إزاي هابني الاتصال دي بابني اتصال بعدة طرق أولهم طبعاً إن أنا لازم أسافر للأسواق الخارجية للبلاد المصدرة للسياح واتصل بمكاتب التنشيط السياحي عشان أقدر أسوق لنفسي أسوق شغلي بعد كده إقامة علاقات مع منظم البرامج السياحية سواء كانت منظم البرامج السياحية دي داخل أو خارج مصر لازم أقيم علاقات جيدة عشان كده من صفات المدير ليكون قادر على إقامة العلاقات الجيدة مع الأسواق الخارجية عشان أقدر أسوق لشغلي لأن منظم الرحلات هم دول الناس اللي هيجبوا لي شغل فلازم يبقى علاقتي بيهم جيدة كمان من ضمن هذه الطرق الاتصال حضور مؤتمرات ومعارض سياحية دولية للاحتكاج بالمجتمع السياحي الناس دي هتعرفني إزاي من خلال إن أنا أي مؤتمر سياحي بيتم في أي بلد بروح أحضره وبالتالي الناس بتتعرف علي وأنا بتعرف على الناس وبقدر من خلاله أسوق شغلي كمان برضو من ضمن طرق الاتصال دعوت المنظمين ومدير الشركات السياحية لزيارة مصر طبعا معظم الناس في البلاد الخارجية أو بعض الناس في البلاد الخارجية ليست لديها فكرة عن ما هي الخدمات السياحية وما هي عناصر الجزب السياحي في مصر فعشان أعرفهم ويجبوا لي شغل أشتغل به يبقى لازم أدعوهم وأعمل لهم برامج سياحية وافسحهم في مصر عشان أوريهم عناصر الجزب السياحي والأماكن الأسرية اللي من خلالها إنهم يعرفوها يقدروا يجبونا السائحين اللي عندهم كمان أنشئ فروع في الأسواق المصدرات السياحة وده اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي المقصود بها الوقل السياحيين بيكون فروع عشان يسوأو لي شغلي ويبعو لي تذاكر الطيران بتاعتي كشركة سياحية في نقطة مهمة جدا جدا وهي النقاط وضح النقاط التي يتوقف عليها نجاح الشركات المصرية في تحقيق أهدافها عشان الشركة المصرية تحقق أهدافها عندي عدة نقاط أولهم إن أنا هدرس خصائص السوق يعني إيه هدرس خصائص السوق يعني هشوف إيه هي احتياجات هذا السوق وأكون بتنفيذ أو تطبيق هذه الاحتياجات أو توفير هذه الاحتياجات بعد كده التخطيط وتطوير الخدمات والبرامج السياحية البرامج السياحية غلط إن أنا أعمل برامج سياحية سابتة لأن البرامج السياحية ممكن تنفع لبعض السائحين ولا نستطيع تنفيذها مع بعض السائحين الآخرين فلازم يكون عندي برامج سياحية متلوعة وأطور من الخدمات بتاعتي بعد كده التسعير تسعير البرامج أما بجد أسعار بسعارها وفقا للإمكانيات السوق اللي أنا بتعامل معاها مش موقفى لإمكانيات السوق اللي أنا بتعامل معاها بالإضافة برضو من ضمن النقاط دي التعريف بالخدمات السياحية والبرامج المتاحة ودي ضرورية جدا لأن التعريف ده لما بشتغل به أو بعرف الناس بالخدمات السياحية بتاعتي بأقدر إن أنا أعمل جذب سياحي وأقدر إن أنا أجيب أفواج أقدر أتعامل معاها السؤال اللي بعد كده ما النقاط الواجب توفره عند فتح مكاتب وكالة السفريات وكيل السفر السياحي إحنا قلنا دي الفروع بتاعت الشركات السياحية عشان الوكيل ده ياخد ترخيص بالعمل كوكيل في بعض النقاط بتاعته أول حاجة اختيار الموقع طبعا أما أجي أختار موقع لازم يكون الموقع في مكان مناسب في مكان موجود في رجال أعمال ما رحش أعمل الموقع في مكان شعبي لازم الموقع يكون واضح ما يكونش مثلا أعملها في شارع داخلي شارع جوا شارع لازم يكون في شارع أساسي عشان تقدر الناس تشوف الشركة أو مكان المكتب فبالتالي يتعاملوا معنا بعد كده أعداد مكتب الوكالة المقصود بيها أعداد مكتب الوكالة بالأجهزة والمعدات الخاصة بالسياحة والصفر كالحاسب الآلي والمقاعد والأجهزة اللي أنا هتعامل معها وغيرها ثالث حاجة عمل إجراءات مزولة شركات السياحة لأعملها يعني إيه عمل إجراءات المزولة لشركات السياحة لأعملها دي اللي هنتكلم عليها بعد كده إيه هي الإجراءات دي الإجراءات دي أول حاجة أتقدم بطلب للإدارة العامة بوزارة السياحة يعني إيه الإجراءات أنا أنشأت خلاص المكتب يعني أنا جبت المكان اخترت الموقع المناسب وجبت الأجهزة والمعدات واخترت الأفراد المناسبين للعمل في الشركة السياحية إزاي بقى أشغل عشان أشغل لازم أخذ ترخيص عمل طب ترخيص العمل دي هعملها إزاي هي دي النقطة اللي نتكلم عليها التقدم بطلب للإدارة العامة بوزارة السياحة إذا أداء رسم الترخيص نقدا أو بشيك باسم وزارة السياحة اختار الإدارة العامة للشركة السياحية بالموافقة على استفاء المستندات اللازمة وموافقة وزارة السياحة على وسائل إن المستخدمة أو للشركة السياحية هتستخدمها طيب سؤال مهم جدا ممكن يجيلي تعليل ممكن يجيلي سؤال زي ما إحنا جايبينه ممكن يجيه تكمله لماذا تستطلع وزارة السياحة رأي غرفة الشركات السياحية بشأن طلب إنشاء الشركة السياحية معنى إيه السؤال ده كل بلد من البلاد الموجودة عندنا داخل الدولة موجود فيها غرفة للشركات السياحية يعني المنصورة موجود فيها غرفة للشركات السياحية المحلة موجود فيها غرفة للشركات السياحية أسوان لقصر أي بلد من البلاد دي موجود فيها غرفة للشركات السياحية لما بتجي شركة سياحية تعمل في احدى هذه البلاد شركة سياحية وعايزة تاخد الترخيص بتاعها بزارة السياحة بتروح لغرفة السياحة بتبعت لها تقول لها قوليلي هل ينفع اننا اوافق لمواصفاتها سليمة بس هل تصلح هذه الشركة لاعطاء الترخيص ولا لا طيب ليه السؤال ده ليه انا بسأل غرفة السياحة على ان اوافق عليها ولا لا نشوف الاجابة مع بعض لان الغرفة بتستطيع لانها موجودة في البلد اللي الشركة هتعمل فيها فتستطيع تزويد وزارة السياحة معلومات عن نشاط الشركة المقدمة واصحاب هذه الشركة بعد كده سؤال برضو مهم ايه هي المستندات اللي بتطلب بعد موافقة الادارة العامة يعني الادارة العامة خلاص ووافقة على الطلب ايه بقى المستندات اللي انا بقدمها لوزارة السياحة المستندات دي صورة عقل تكوين الشركة وتكون طبعا الصورة دي مسجلة صورة صحيفة قيد الشركة بالسجل التجاري ودي طبعا حاجة مهمة ولا تعمل اي شركة بدون سجل تجاري صورة من الصحيفة النشرة اصال سدادة تأمين المنصود عليه في القانون اللي هي 10 تلاف جنيه صحاق الحالة الجنائية للشركاء والمدير والعملين لان طبعا احنا قلنا مش اي حد هيشتغل في الشركة السياحية لازم اعمل فيش تشبيه او صحيفة حالة جنائية للعملين والمدير واي حد يعمل في الشركة لان عشان نعرف الناس دي تصلح لهذا العمل ولا لا طيب في سؤال تاني ممكن يجيلي برضو كتكملة كان ممكن يجيلي صحة وغلط ممكن يجيلي باي طريقة هل يحق لوزير السياحة عدم قبول انشاء الشركة السياحية اه ولا لا تفكروا استرجعوا كده المعلومة احنا قلناها قبل كده اه ولا لا ايوة مظبوط نعم يحق لوزير السياحة اه رفض شركة سياحية اذا رأت الوزارة عدم الحاجة الحالية الى انشاء شركة جديدة بمعنى انا عنتي ده كدس شركات سياحية في البلد من البلاد الموجودة في مصر طيب انا لا المكان مش مستحمل او لا يحتاج لشركة اخرى او السوق السياحي منخفض في هذا المكان فطالما السوق السياحي منخفض في هذا المكان الشركات الموجودة اصلا فيه مش شغالة كويس وبالتالي ماينفعش احط لهم شركة اخرى داخل نفس المكان او داخل نفس السوق واصلا هم مش شغالين فالشركة دي كمان مش هتشتغل فمن حقش لوزارة السياحة ساعتها انها ترفض يعني ممكن يجي لك صحة وغلط يقول لك يحق او ممكن يجي لك كلمة لا عشان يغلطك يقول لك لا يحق للوزارة رفض انشاء او اعطاء تصريح شركة هي الجملة كلها صحة بس كلمة لا اللي غلطيتها يبقى في الحالة دي هنكتبها غلط خلي بالك من الكلام وخلي بالك من اسلوب السؤال لانه ممكن يجي لك منوع لازم تقرأ كويس عشان تقدر تفهم السؤال بيقول لك ايه نرجع للمراجعة بتاعتنا تاني نتكلم عن ما هي او ممكن يقول لك تكلم عن او ممكن يقول لك اكمل ايه هي انشطة شركات السياحة انشطة شركات السياحة اول حاجة تكوين فكرة واضحة عن الاسواق الداخلية والخارجية تحديد الاسواق الاكثر تصديرا للسائحين الى مصر والاتصال الدائم والمستمر بالمنظمات والشركات الاخرى طيب سؤال اخر ايه هي الخدمات السياحية اللي بتقدمها شركات السياحة الخدمات السياحية الحاجز الفندقي يعني الفوج السياحي لما بييجي طبعا لما بييجي هنركبه الاوتوبيس ونوصله لازم نوصله لفندق يقعد فيه يبقى لازم نحجز له حاجز فندقي حاجز مراكب عامة وبواخر اللي هي المراكب العامة اللي ممكن مثلا نعمل وجبة فعاليها نغديهم او ممكن نعمل لهم رحلة سياحية او ممكن نعمل لهم رحلة نيلية من اللي يصل للأسوان اثناء الانتقال فلازم اكون حاجز المراكب دي من ضمن تخطيط البرنامج السياحي بتاعي طبعا تأجير السيارات احيانا المنظم الرحلات او الشركة السياحية بتكون لها سيارات خاصة بيها فبالتالي ما بتحتاجش لهذه النقطة لكن الشركة لو مش موجود فيها مكان او مش مجهزة بسيارات خاصة بيها في الحالة دي لازم تعمل تأجير للسيارات من شركات تأجير السيارات بالاضافة كده التأمين اصدار النشرات والادلة السياحية اللي هي بنديها للسائحين عشان الكتيبات اللي بنديها للسائحين عشان يشوفوا فيها المعلومات بعض المعلومات الموجودة عن الاماكن السياحية طبعا الشحن الجوي ودي مهمة جدا شكات المسافرين بتوفر بعض الشركات شكات للمسافرين لشراء بعض التذكارات من خلال هذه الشكات تنظيم المؤتمرات والاجتماعات رحلات السفاري والصيد ورحلات الغوز دي الخدمات اللي بتقدمها الشركة السياحية السؤال اللي بعد كده كيف يتم اختيار العاملين بشركات السياحة احنا قلنا هل ينفع اجيب اي حد مثلا مهندس وقول له تعالى افتح الشركة السياحية او اشتغل في الشركة السياحية ممكن اجيب مثلا حد خاص مثلا بالتجارة او حد خاص بتجارة الملابس واجه اقول له انت تعالى انشئ شركة السياحية او اشتغل في الشركة السياحية لا لازم يكون العاملين اللي بيشتغلوا في هذا المكان هم فعلا درسين هذا المكان او لديهم خبرة في هذا المكان طب تيجي نشوف شروط لهذه العاملين اول حاجة بيتم الاختيار تبعا للمؤهلات والتخصصات والمهارات المطلوبة يعني انا عايز محاسبين لهذه الشركة يبقى نختار من كلية تجارة او من المحاسبين في كلية تجارة عايز مثلا حجز تذاكر يبقى اختار من سياحة وفنادق وهكذا وبيتم الاعلان داخليا وخارجيا تبعا لاحتياج الشركة السياحية طيب ما هي اقسام الشركة السياحية هل الشركة السياحية عبارة عن قسم واحد لا بيتعدد اقسامها اول حاجة الجهاز الاداري للشركة الجهاز الاداري ده قد يكون خلي بالك بقى الجهاز الاداري ده قد يكون مقصود بمدير الشركة او مجلس ادارة الشركة بتختلف تابعا لحجم الشركة السياحية الشركة السياحية لو عبارة عن فرع للشركة الرئيسية يبقى لها مدير شركة يبقى هو الجازل الإداري أو الجازل الذي يتحكم في هذا الفرح هو مدير الشركة لكن لو الشركة الأساسية بتجد أن لازم يكون لها مجلس إدارة اللي هو يرأسه المدير في الحالة دي بيكون اسمه رئيس مجلس الإدارة ومديرين الفروع أو مديرين الأقسام الأخرى مدير قسم السياحة مدير قسم الطيران وهكذا بيكون ساعتها اسمه رئيس مجلس إدارة وهذه بيكون الجازل الإداري ده في الحالة دي بيكون اسمه مجلس إدارة الشركة بعد كده قسم السكرتاريا قسم السياحة قسم الطيران قسم التسويق قسم النقل الجوي والإدارة المالية دي أقسام الشركة السياحية طيب سؤال بقى هل ينفي ممكن شركة سياحية لا تشمل كل هذه الأقسام اللي جابة طبعا أيوة ممكن الشركة تكون حجمها صغير فحجمها حجم المكان المنشأ في هذه الشركة صغير فبالتالي ممكن يضم أكثر من قسمين في قسم واحد يعني مثلاً قسم السياحة والطيران يضمهم يبقى قسم واحد تقوم بعمل البرامج والحجز في نفس الوقت قسم مثلاً النقل وقسم التسويق يضمهم في قسم واحد يبقى دي الأقسام الرئاسية جازل إداري قسم السكرتاريا قسم السياحة قسم الطيران قسم التسويق قسم النقل قسم الإدارة المالية السبعة دول دول الجهاز الأقسام الشركة السياحية كلها لكن ممكن يجي لك سؤال في صح وغلط يجب أن يشمل أو لا يجب مثلا لا يجب أن يشمل أقسام الشركة السياحية السبع أقسام في الحالة دي هقوله صح لأن ممكن الشركة السياحية تشمل السبع أقسام وممكن يتم دمج أو ضم بعض الأقسام تبعا لحجم الشركة السياحية نيجي السؤال اللي بعد كده مدير الشركة احنا قلنا ان الاجهاز الاداري ده مدير الشركة هو اللي يرأسه طيب ايه المواصفات الموجودة لازم يكون موجودة في مدير الشركة المواصفات دي لازم يكون لديه المهارة الجيدة لازم يكون مصر الجنسية ودي شرط مهم جدا حتى لو الشركة الاجنبية لازم يكون المدير بتاعها مصر الجنسية ودي شرط القانون وضعه طبعا للاستفادة له القدرة على التفاهم والاتصال الجيد لديه خبرة في عمل الشركات السياحية التمتع بالأمانة والقدرة على جمع البيانات يكون متفرق تفرق كامل للشركة ودي حتة مهمة جدا يعني ما يكونش بيشتغل شغل تاني ويجي يشتغل مؤقتا في الشركة أو ما يكون فاضي يجي الشركة لا مش صح الصح أنه يكون متفرق تفرق كامل للشركة بالإضافة أنه يكون يجيد لغة ويكون عنده استقافة والمعرفة بمجال السياحة والسفر لأنه ده أصلا سمام شغله أو ده أساس عمله أنه يكون لديه معلومات ولديه القدرة على العمل تحت ضغطه ولديه معرفة اللغات لأنه ما بيتعاملش مع السوق المصري فقط لا ده بيتعامل مع السوق الأجنبي كمان يبقى لازم يقدر يكون مع لغة عشان يقدر يتعامل مع السوق الخارجي طيب السؤال اللي بعد كده بيتكلم عن قسم السكرترية إيه هي مسئوليات وصفات قسم السكرترية لو خدت بالك السؤال ده فيه نقطتين صفات ومسئوليات ممكن يجيلك النقطتين مع بعض بنفس الطريقة دي ممكن يقولك إيه هي صفات قسم السكرترية ممكن يقولك ما هي مسئوليات قسم السكرترية نتكلم عن مسؤوليات قسم السكرتيريا الأول العصب الحيوي للشركة لتحقيق الاتصال الفعال توفير البيانات والمعلومات للأقسام الأخرى حفظ المستندات المتدولة مع الأقسام الأخرى يبقى قسم السكرتيريا له ثلاثة وظائف طيب الصفات بقى طبعا قسم السكرتيريا ده بيقابلوا الناس اللي جايين كمنظمين رحلات أو سائحين أو ناس جاية تحجز ناس عادية فبالتالي لازم يكون حسن المظهر وحسن التصرف إجادة اللغة لأن احنا قلنا ما بنتعاملش مع مصرين فقط ممكن نتعامل مع منظمين من الخارج وبالتالي لازم يكونوا يجيد لغة أجنبية التمتع بالشخصية القوية والقدرة على العمل المتواصل لإني مش شرط عشان أنا قفلت الشركة ودروحت معنا كده أن أنا مش هعمل ده أنا ممكن أعمل أصلا وأنا موجود في البيت عن طريق طبعا الانترنت وتطور الحاصل في شبكات التواصل الاجتماعي بالإضافة لازم يكون عندي سرعة بديهة ولياقة ولباقة في التعامل مع الأشخاص الآخرين سؤال آخر من الأسئلة اذكر مسئوليات كل من أول حاجة قسم السياحة قسم السياحة طبعا مالوش دعوة غير بالبرامج السياحية وحجوزاته فبالتالي أول عمل لقسم السياحة عمل البرامج السياحية عمل البرامج السياحية وعمل الحجوزات الخاصة بهذه البرامج بالاضافة لكده ان عنده حاجة اسمها ملف سياحي الملف السياحي ده مكتوب في جميع البيانات الخاصة بالسائحين او بالمنظمين اللي هو اللي بيحجزوا عندنا الملف السياحي ده اسناء عمل البرنامج السياحي بنجد انه هو بيقوم بمراجعة هذا الملف بالاضافة لكده بيعين المرشد الخاص لكل مجموعة سياحية طبعا كل مجموعة سياحية بيكون لها مرشد خاص بيها فبيعين المرشد الخاص لكل مجموعة بيستخرج قسم التبادل الخاص بالفنادق استلام قصائم التبادل الصدراء من الوكيل استخراج تذاكر السفر للحالات الداخلية دي قسم السياحي طب نشوف القسم اللي بعد كده قسم الطيران وايه هو الهيكل التنظيمي للقسم قسم الطيران ده خاص اصدار تذاكر السفر ده شغلته اسمه قسم الطيران يبقى اصدار تذاكر السفر بالطيران طيب القسم ده بيتكون من ايه طبعا لازم يكون له مدير عشان يحط سياسة العمل داخل القسم لازم يكون فيه موظفين لازداروا حجز التذاكر لان احنا قلنا مهمته الاساسية لازم يكون فيه موظفين للخزينة وتسليم التذكرة لان طبعا منظم الرحلات او الشخص اللي جاي يحجز هيدفع الفلوس سواء كان كاش او بالفيزا او بقسم التبادل او باي طريقة فلازم يكون عندي موظفين خزنة عشان هم اللي يستلموا طريقة السفر او طريقة الدفع اللي هو هيتبعها ويتفق معانا عليها بالاضافة كده موظفوا حسابات القسم اللي هم مسكين الحسابات بتاعة القسم الخاص بالطيران والصفر القسم البعد كده قسم النقل السياحي طبعا انت عندك نقل بري ونقل نهري لكل قسم او كل نوع نقل من الانواع دي صفات او مسئوليات خاصة بيها اول حاجة النقل البري النقل البري ده مسئولياته طبعا نقل بري يعني عبارة عن الاوتوبيسات والسيارات اللي بننقل بيها السياح من المكان من مثلا من المطار للفندق او من الفندق للمزارة السياحية وبالتالي انا المسئول او قسم النقل البري هو المسئول عن حاجزها زي السيارات بالاضافة الكده حاجز الكتارات لو انا مثلا هواديهم من القاهرة للقصر باطر نوم طبعا انا مش اخدهم وهما وقفين اروح احجز التذاكر واخدهم لان كتار النوم ده بيتم بالحاجز المسبق يبقى قسم البري هو المسئول عن حاجز الكتارات للسائحين كتارات النوم بعد كده او الكتارات مثلا الدرجة الاولى بعد كده انا بعد تقارير خاصة بهذا الكسم يعني ايه يعني مثلا عندي سيانة في السيارات يبقى انا بعد تقارير ان السيارات الفلانية محتاجة سيانة السيارة الفلانية محتاجة تغيير كذا انا المسئول عن اعداد تقارير السيانة كمان قسم النقل البري مسئول عن اعداد الايرادات تقارير الايرادات والمصروفات بتاعت القسم يعني انا دفعت ايه ودخلي ايه خلاص ده بالنسبة للقسم النقل البري نيجي النقل النهري بقى النقل النهري من دمن اه مسئولياته احنا قلنا قبل كده ان ممكن ان انا احجز مثلا مركب سياحي افسح فيه سياح طيب مين اللي هيقوم بحاجز هذا المركب او في هذا اليوم او هيحدد لي اليوم اللي انا احجز فيه قسم النقل النهري هو المسئول عن عملية حاجز المراكب او السفن اللي هيركب فيها السقاحين واعمل لهم برامج سياحية فيها لو فندق مثلا عائم يبقى قسم النقل النهري هو المسئول عن حاجز الفندق العائم لو حصل اي مشكلة من المشكلات في هذا القسم او اسناء اعملية الحاجز يبقى هو المسئول عن حل المشكلات مع المتابعة المستمرة لتنفيذ هذا الحاجز طيب برضو من المسئوليات قسم التسويق هو ايه قسم التسويق قسم التسويق هو القسم الذي يعمل على تسويق خدمات الشركة كلها بمعنى ان هو التسويق عن الخدمات اللي انا بقدمها للشركة تسويق عن التذاكر تسويق عن البرامج السياحية اي حاجة الشركة تقدمها للسائح او للمسالك قسم التسويق هو المسئول عن تسويق خدمات الشركة بالإضافة لكده توصيق الاتصالات مع الوكلاء الأجانب متابعة اكتشاف أثري حديث أو افتتاح فندق الإعداد لاشتراك الشركة في المؤتمرات والمعارض الاهتمام بمتابعة الجرائد المهنية المتخصصة ومتابعة الأخبار الداخلية عشان يشوفوا الحاجات الجديدة ويكونوا على علم بالاتجاهات الحديثة في الأسواق العالمية بعد كده قسم الإدارة المالية قسم الإدارة المالية من اسمها إدارة مالية يعني المسؤولة عن إيه؟ عن تسجيل البيانات المالية أول بول في الدفاتر تسجيل إدعاة البنوك والمسحوبات تسجيل جميع مصروفات الشركة وتسجيل جميع وردات الشركة في السجلات يبقى قسم الإدارة المالية عبارة عن تسجيل في السجلات اللي داخل للشركة الفلوس اللي داخلها للشركة ايه المصروفات بتاعة الشركة الفلوس اللي خرجت منها ايه البيانات المالية علينا ايه اللي مثلا للشركات الاخرى طب لينا ايه اللي عند الشركات الاخرى ايه داعات البنوك بتاعتنا هنحط مثلا كم جنيه مصري هنحط مثلا في الاسبوع كم طبعا القانون بيحدد الحاجات دي كم دولار او كم كذا يعني كم عملة اجنبية خلاص يبقى الايدارة المالية هي عبارة عن تسجيل ارادات ومصروفات شركة السياحة وتسجيل المعاملات المالية بين الشركة السياحة والشركات الاخرى وبين الشركة السياحة والبنوك التي تعمل معها دي الادارة المالية إحنا كده اتكلمنا عن الجهاز الاداري او اقسام الشركة السياحية كلها وكلمنا عن مسؤوليات كل قسم من هذه الاقسام الأقسام نتكلم بقى عن سؤال آخر وهو ما هي عوامل ظهور الطفرة في حركة السياحة يعني ايه سبب ان حصل تطور في حركة السياحة طبعا اول سبب ارتفاع مستوى دخل العديد من الافراد اعطاء حقوق للعملين التطور اللي طرق على وسائل الصفر التقدم في وسائل الاتصال وادراك الدول لأهمية السياحة ودي نقطة مهمة قوي لان ادراك الدول لأهمية السياحة قدى لزيادة التطور وبالتالي ارتفاع الاراضات والدخل القومي للبلاد المختلفة السؤال اللي بعد كده تكلم عن الايات من حيث النشأة المكاتب المهام انت عندك الايات كده السؤال ده تلات نقطة نشأة ومكاتب ومهام خلي بالك هنتكلم عن النشأة انشئ سنة 1945 ليه تنشأ الاياتة الاياتة دي هي الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلي بالك ممكن يقول لك مش تكلم عن الاياتة تكلم عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي ممكن يجيب لك المصطلح بتاعه بالانجليزي اي 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 تي اي اياتة بقى ممكن يقول لك تكلم عن الاياتة تكلم عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي او يجيب لك المصطلح بتاعه انشئ سنة 1945 بهدف وضع القوانين وتنظيم الاتفاقات والتزود بالمعلومات والخبرات وحل المشكلات طيب بالنسبة للمكاتب بتاعته الاياتة له ثلاث مكاتب المكتب الاساسي بتاعه منتريال كندا لكن عنده كمان جينيف في سويسرا وسنغافورة وخلي بالك الاياتة منظمة محايدة لا تتدخل في شؤون الدول يعني ايه لا تتدخل في شؤون الدول يعني ما بتفردش عليك حاجة معينة يعني كل شغل الاياتة ان هي تحط سياسة العمل او لوائح القوانين في النقل الجوي وانت اللي بتنفذها لكن الشؤون الداخلية بتاعت الدول الاياتة ملهاش اي علاقة اه لو حصل مشكلة بين دولة واخرى بتدخل في حلها لو معرفوش يتفهمه لكن برضو لا تتدخل في الشؤون الداخلية الخاصة بالنقل الجوي للدول دي بالنسبة للاياتة كمان المهام بقى يبقى احنا نتكلم عن النشأة والمكاتب المهام بتاعتها وضع الاسس لخطوط سيرة الرحلات تحديد اسعار الرحلات تزويت الشركات بالكتب والاستشارات مراقبة تزديد خطوط الطيران تحديد نسبة الزيادة المتوقع في عدد المسافرين ووضع نسب عمولات البيع طبعا وضع نسب عمولات البيع ده ايه عشان ما يحصلش منفسة غير شريفة بين الشركات وبعضها طيب السؤال اللي بعد كده تكلم عن المنظمات الاتية انت عندك ست منظمات لازم تكون حفزها غير الاياتة الاكاو الافتة الواتة الاهرة الواتو الاستة نتكلم عن واحدة واحدة نتكلم عن اول حاجة الاكاو الاكاو دي اسمها المنظمة الدولية للطيران المدني دي انشئت بعد الحرب العالمية التانية سنة برضو 45 وانشئت لتنظيم حركة الطيران المدني في العالم والاشراف على الجوانب الفنية في مجال الطيران المدني دي بالنسبة للأكاو طيب بالنسبة للأفتة الأفتة اللي هو الاتحاد الدولي لوكلاء السياحة والسفر ده الممسك خلي بالك اسمه ايه الاتحاد الدولي لوكلاء السياحة والسفر يبقى هو خاص بموصل الوكلاء السفر ووكلاء السياح ده كان في بروكسل وبعد كده انتقل لمونتريال كندا اتكون من اتحادين يعني هما كانوا اتحادين وانشئ القفتة نتيجة تكوين او اتحاد هؤلاء الاتحادين اللي هو اتحاد الدولي لوكلاء السياحة والاتحاد الدولي لوكلاء السفر يعني انا كان عندي اتحاد دولي لوكلاء السياحة لوحده ووكلاء السفر لوحده هم جمعوها وخلوها لقفتة اتحاد الدولي لوكلاء السياحة والصفر مع بعض لان طبعا اهدافهم مشترقة بعد كده الواتة اللي هي الجمعية الدولية لوكلاء السفر دي اسست وفقا للقانون السويسري مقرها طبعا في جينيف بهدف تنمية نشاط اعضاءها والمحافظة على اصالحهم بعد كده الاهرة الاهرة ده الاتحاد الدولي للفنادق والمطاعم دي من اهم المنظمات الدولية الفنادقية بتضم تلات اعضاء اعضاء الاتحاد الدات الفنادقية الاهلية اعضاء سلاسل الفنادق الدولية اعضاء الافراد اللي لهم مكانة في صناعة الفنادق بعد كده الو تي او اللي هي منظمة السياحة العالمية دي مصر استضافت الدورة الحداشر للجمعية العامة للمنظمة وكانت من انجح الدورات سنة 95 من انجح الدورات اللي اتعملت في هذه المنظمة اخر منظمة معنا منظمة الاستا هي الجمعية الامريكية لوكلات السفر والسياحة دي انشاءت سنة 31 بهدف النهوض بالعمل السياحي وحماية مصالح ووكلات السفر والسياحة من الغش وانخفاض مستوى القدمة وغيرها نجي نتكلم عن سريعا ما هي انواع الطيران انا عندي نوعين من الطيران هو طيران منتظم وطيران عارض هما دول انواع الطيران محدش بقى يقول لي عندي تاكسي سياحي عندي اوتوبيس سياحي عندي ما عرفش ايه الكلام ده انت عندك انواع الطيران اتنين اساسيين طيران منتظم طيران عارض تاكسي السياحي بقى او الاوتوبيس السياحي والكلام ده من ضمن الطيران العارض يبقى أنا عندي كم نوع من أنواع طيران اتنين طيران منتظم وطيران عارض ده بالنسبة للسؤال ده نشوف السؤال اللي بعده بيقول ايه بيقول اذكر ما تعرفها عن نقل الجو المنتظم النقل الجو المنتظم المادة السابتة في معاهدة شيكاغو عرفته بأنه المرور في الفضاء الجوي لأكتر من دولة والتشغيل بغرض نقل الركاب والبضائع بمقابل أن يكون مفتوح للجمهور الاستخدام بمقابل أن تكون منتظمة التتابع بحيث يعرف بها الجمهور مسبقة بمعنى ايه بمعنى أن النقل الجوي المنتظم هو من اسمه منتظم ده يعني له مواعيد محددة ولو خط سير محدد ولو ارتفاعات محددة بنقوم بالالتزام بيها يعني ايه يعني أنا حجزت تذكرت السفر بتاعتي تذكرت السفر مثلا اتحددت الرحلة الساعة اربعة يوم الخميس يبقى إذن لو أنا رحت للساعة ربعة يوم الخميس هلاقي مكاني في الطيارة طي نفرض أن أنا تأخرت الطيارة هتطلع بدون مركب فيها ليه لأنه له مواعيد محددة ده النقل الجوي المنتظم طي نيجي بعد كده بيكمان بيقدم خدمة آمنة او طبعا لجواء دول ومواعيد محددة ده الكلام اللي أنا لسا إليه بيتمعز بالسرعة والمرونة وتقوم به الشركات وفق الجدوى المنتظم معترف به دوليا وتقوم به الشركات سواء كانت حكومية او خاصة طي نيجي بقى نتكلم عن الطيران العارض احنا فاكر اول سؤال احنا شايفينه على سلايد ايه ما هي أنواع الطيران قلنا عندي طيران منتظم وطيران عارض اتكلمنا عن الطيران المنتظم الطيران العارض بقى ده طيران لا يتقيد بجدول تشغيل مواعيد منتظمة وسبتة منخفض الأسعار يمتلك العديد من منظم الرحلات شركات طيران عارض لا يقدم اختيارات متعددة بين رحلات طيران لا يسمح للناقل بيع تذاكر فردية وإنما المجموعات من خلال وكالات السياحة والصفر بعد كده هيئة ميناء الكاهرة الجوي عملت تقرير بخصوص الطيران العارض قالك ايه هي نتيجته وجدوا ان الطيران العارض النقل الرئيسي للحركة الوافدة قرار صائب في ان يكون مطار الكاهرة محطة هبوط سبتة ان انتعش تحركة البيع سنة 97 وصلت ال 11762 ان في مصر دلوقت 19 مطار دولي ومحلي ان سنة 2000 قرروا السماح لطيارات الشرطر انها تنزل في مطار الكاهرة الدولي لكن قبل كده ما كانتش بتنزل فيه اصدرت اللجنة العليا للتنمية السياحية عدد من القرارات لدعم الحركة السياحية وتزليل العقبات وكانت من اهم القرارات تسير رحلات مباشرة لشرم الشيخ والغردقة والاكسر السؤال اللي بعد كده ما زي التاكسي الطائر التاكسي الطائر دي اللي هي الطيارات مثلا الهيلوكوبتر فبتكون حجمها زغيرة فبالتالي امكانية استخدامه مرات قصيرة ومطارات ذاتها امكانية محددة لان مش بقى مش هحتاج بقى ان الطريق يبقى ماشي والطيارة هتمشي شوية زي الطيران المنتظم والكلام ده ده يتهبط على طول على المكانة بتاعها تحقيق الراحة والامان انخفض تقليفة النقل المرونة معناها تغيير مواعيد الاقلاع بمعنى ايه بمعنى ان انا اتصلت وقلت له انا كرجل اعمال اتصلت وقلت له ما انا عايز مثلا الطيارة الساعة 3 الطيارة دي انا اتأخرت عليها هتستناني هتستناني لحد دماجي لانه طيران عارض طيران شارتر او تاكسي طائر يعني حاجة خاصة ماشي عشان كده بيبقى بتكتبين في مميزاتها المرونة او تغيير مواعيد الاقلاع بالاضافة لكده انها بتوفر الوقت وتفدي صعوبة الانتقال البري ويناسب ركاب الرحلات السريعة وسياحة رجال الاعمال نيجي بعد كده ايه متطلبات التعامل مع الشحن الجوي المتطلبات دي طلبة تلت حاجات دقة معرفة خبرة الشحن الجوي اللي هي المقصود بها شحن البضاقع لان انت عارف ان الشحن الجوي ده بيعتبر السمة التانية للسفر والسياحة انت عندك السفر والسياحة بيشمل شحن ركاب وشحن جوي يبقى الشحن الجوي ده التاني بيحتاج لدقة ومعرفة وخبرة طيب عندي ازاي اتغلب على انخفاض الشحن الجوي بتغلب عن انخفاض الشحن الجوي من خلال ندرس اسعار الشحن الجوي ابسط اجراءات البضائع وفقا للاتفاقيات انشط فعالية لجان التسهيلات بالمطار اوفر نظام مبادلة البيانات الالترونية كل ده بيخلينا نتغلب على انخفاض الشحن الجوي طيب مستندات الشحن الجوي بقى بيقولك تكلم عنه جايب لك كل مستند ويقولك تكلملي عنه طبعا مش شرط يجيلك الاربع مستندات مع بعض ممكن يجيلك مستند منهم ويديك التعريف ويقولك صحة وغلط ممكن يقولك عرف كذا عرف احدى هزي المستندات ممكن يجيبلك تكملة يقولك مثلا بلست الشحنية كذا فاحنا هناخد واحدة واحدة نتكلم فيها خطاب تعليمات الشاحن ده خطاب موجه من المصدر الى شركة طيران وموجود فيه البيانات اللي حضراتكم شايفينها ليه اسم النائل والشاحن والميناء ومناء الوصول ومواصفات البضائع وعدد الطرود ووزنها وقبتها التانية بلست الشحن ده عقد بين الشاحن وشركة طيران بيتعقد شركة طيران بناء الشحنة لمحطة الوصول بيتضمن نفس البيانات اسم الشاحن وعنوانه ومحطة شركة طيران ومحطة الوصول وخط السير وعدد الطرود والوزن الكل منفست اختار تصحيح النلون الشح ده بيتم تحريره في حالة حدوث خطأ في حساب الشحن وتغييره وسداد نلون الشح بعد كده اختار منفست شحن البضائع عبارة عن قائمة بعدد الطرود ووزنها ونوعية البضائع ورقم الرحلة وتاريخها واسم الشركة ويتم بمجابه شحن البضائع على رحلة معينة هيجيلي بقى المصطلحة السريع كده المصطلحات دي ممكن تجيلي نعرفها سريعا تتولى التسوق الدعاية للمنتج السياحي دي طبعا الشركة المنظمة مسؤولة عن تنشيط المبيعات لقربها للمستهلك دي وكالة التجزئة المدير التنفيذي للشركة يتحمل العبء الإداري ده طبعا مين؟ برافو مدير الشركة القسم الذي يحفظ جميع مستندات الشركة ده قسم السكرتارية هو القسم المسؤول عن إصدار تذاكر الطيران ده قسم الطيران الإدارة المسؤولة عن تسجيل إدعاة البنوك ده الإدارة المالية الاتحاد الدولي للنقل الجوي ده الآياتة كده يبقى احنا خدنا أو درسنا أو استرجعنا جميع المعلومات اللي خدناها في الترم الأول وزي ما أنا قلتلك قبل كده أنا ممكن السؤال يجيلي بأكثر من طريقة مش شرط الطريقة اللي احنا رجعنا بها هي اللي يجيلك في الامتحان ممكن الصحة وغلط يجيلك تكملة يجيلك اسكلوا المصطلح العلمي يجيلك مثلا فسر يجيلك علل يجيلك لماذا ما هي اذكر اي سؤال بيجي بأي طريقة اهم حاجة ان انت تقرأ كويس جدا وتعرف تفهم السؤال وتعرف ازاي تقدر تجاوب عليه واتمنى لكم التوفيق ونتقابل ان شاء الله في حلقات جديدة في الترم التاني واتمنى لكم النجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتنا لكم موطنًا